اكثر ما يحتاج له العراق اليوم سلام ومحبة سلام من رحم عاصمته السلام اكثر ما يحتاج له العراق اليوم عيد يفرح به المجروحون من وجع الايام مسيحي العراق الذين طعنوا في خاصرة كنائسهم بفعل حروب توالت وقادها العنف والارهاب والترهيب وفي عيد الفصح الذي يحتفل به مسيحي بغداد وتدق اجراس الكنيسة فرحا في الموصل في اربيل والبصرة جميعها اليوم تستذكر الالم الذي ترك في الذاكرة تفاصيل الخراب لكن العراق لا يموت لا يستسلم امام غبار الايام فالكنيسة اليوم تفتح ابوابها فرحا بطقوس اعياد القيامة بعد ان زار البلاد باب الفاتيكان بجهود تكاتف بها ابناء العراق جميعهم من شد الطوائف والاصول ليعلن يوما جديدا ملؤه المحبة والفرح تغريدة رئيس الجمهورية برهام صالح جاءت بمناسبة عيد الفصح بتهنيئتهم وتأكيد رسالة الوحدة بين مختلف اطياف العراقيين تحت سقف بلادهم وتجسيد عمق الحضارة والتنوع الانساني الفريد الذي يميز العراق عن معظم شعوب ودور العالم مناسبة تفتح الباب امام التأكيد على عنوان التعايش وارساء المواطنة الحقيقية والمساواة التي تصنع بنيان الدولة المرصوص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عزز التهنيئة بمعاني القوة التي تلهم بلاد الرافدين بعنوان نطق به داعيا جميع الاطياف الى البقاء تحت سقف العراقي وصناعة التسامح والمحبة والسلام عنوانا للتقدم ومستقبل اجمل ترجمة نانسي قنقر